بسم الله الرحمن الرحيم الأكيد دلوقتي احنا بنفكر فيه باستمرار حال فريق كرة القدم في النادي الأهلي كل جمهور النادي الأهلي بيفكر في هذا الأمر المصير لهذا الفريق خلال الفترة القادمة اللي حصلت تساؤلات كثيرة جدا جدا بتجري في بال كل عشاق ومحبي النادي الأهلي تساؤلات عن الصفقات اللي أنا بالمناسبة في هذا المكان أكدت لحضراتكم أن هناك صفقات من داخل مصر ومن خارج مصر تم الانتهاء منها ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد نهاية الدوري بعد نهاية الدوري ده اللي هو يوم الثلاث إن شاء الله ابتداء من يوم الأربع إن شاء الله إن شاء الله إذا كان هناك أمور يجب أن في حاجات طبعا لسه بتنتهي أو روتوشها الأخيرة بتنتهي ابتداء من يوم الأربع أعتقد أنا لسه يعني لا أؤكد على حضراتكم ولكن أعتقد إن ابتداء من يوم الأربع ستكون هناك سيتم الإعلان عن صفقات ده لأنه خلال الفترة السابقة أنا قلت لحضراتكم إن ابتداء من أو بعد يوم الثلاثة لو بعد نهاية الدوري العام المصري الأمور ستتغير لأن النادي الأهلي ما بيلعبش النادي الأهلي ما بيلعبش كل اللي موجودين أو كل المسؤولين عن كرة القدم داخل النادي الأهلي ما بيلعبوش مش قاعدين إن هم يشربوا شاي وقهوة ويتكلموا مع بعض ويهزروا ويتسمروا والكلام ده لا كل المسؤولين عن كرة القدم داخل النادي الأهلي كل واحد في اختصاصاته بيؤدي الدور اللي مطلوب منه علشان يقدر يرضي طموح جمهور النادي الأهلي خلال الفترة القادمة طيب إزاي أو كيفية التفكير في صفقات النادي الأهلي أو في اللاعبين أو الدعم اللي بيحتاجوا النادي الأهلي الحاجات دي بتيجي إزاي الحاجات دي بأن مجلس قدرة النادي الأهلي فوض الكابتب محمود الخطيب دلوقتي أنه كان شركة الكرة وشركة الكرة قدمت اعتذارها اللي سيتم عرضه على الجمعية العمومية الطريقة إن شاء الله خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة وبالتالي كابتن محمود الخطيب هو اللي مسؤول عن هذا الملف ومعه لجنة التخطيط ومعه لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق ولجنة تخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن محمود طبعا كابتن محمود الخطيب والكابتن حسام غالي هذه المجموعة بتشتغل للنهار بتشتغل على مدار 24 ساعة علشان طبعا هم متابعين من أول يوم إيه اللي بيحصل وعارفين إيه اللي بيحصل من أول يوم ولكن هم عايزين يعملوا أفضل حاجة لفريق النادي الأهلي أفضل حاجة لفريق كرة القدم في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية حيبقى إزاي هل هناك هل هناك أماكن من الممكن أن إحنا يكون عندنا فيها بعض العجز آه ده بيتكلموا فيه مع بعض أنا معرفش حضرتك ما تعرفش اللي أنا بطلبه من جمهور النادي الأهلي لا أطلب شيء إلا الدعم والمسندة لما يحدث خلال الفترة القادمة ليه؟ لأنه في النهاية كرة القدم أو داخل كرة القدم داخل النادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا أخطاء فنية كان عندنا أمور بعض اللاعبين مستواهم قل ولكن في نفس الوقت كان عندنا إجهاد عام وكان عندنا التحكيم كان بيظلم النادي الأهلي وجهة نظري أن كان هناك مباريات كثيرة جدا جدا النادي الأهلي لو كان كسب تقريبا 14 نقطة على ما أتذكر لو كان كسب النادي الأهلي 10 نقاط كان زمانه خد الدوري 10 نقاط من الـ 14 نقطة اللي ظلم النادي الأهلي فيهم ظلم بيّن بيّن وواضح كان النادي الأهلي خد الدوري العام ولكن خلاص لازم دايما وإحنا بنتكلم أقول أقول إن إحنا المستوى الفني آه عندنا بعض اللاعبين عندهم شوية مشاكل عندنا إجهاد عام عندنا أخطاء تحكيمية واضحة يعني لأي حد في الدنيا شايف إن الأخطاء التحكيمية دي أثرت بشكل سلبي على النادي الأهلي فالناس كلها بتسأل إياه فين السفقات مين حيمشي من الفرقة ومين اللي حيقعد ما حدش عارف مين اللي حيمشي وهل في حد حيمشي وفي حد حيقعد ما عرفش ما عنديش فكرة طب مصير اللاعب الشباب إيه اللي تم الدفع بيهم خلال الفترة الماضية وحتى الآن أشياء كثيرة مصير المدير الفني دلوقتي الناس وصلت إنها تتكلم عن مصير المدير الفني ريكاردو سوارش هل حيكمل ولا مش حيكمل أكيد بتسمعوا الكلام ده كله وبتتبعوه كل اللي بيتكتب وبيتقال في وسائل الإعلام المختلفة أنا عارف إن هناك أسئلة إن كل الأسئلة دي أساساً بتدور بالنسبة بتدور في دماغ جمهور النادي الأهلي ومحتاجة إجابات ولكن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي الصفقات والكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده وكل جمهور النادي الأهلي بيتكلم فيه النادي الأهلي من خلال برنامج البيت الكبير كان قد أعلن عن أن هناك صفقات تم الانتهاء منها وسوف يتم الإعلان عنها تباعاً بعد نهاية الموسم إذن خلينا ننتظر هو ليه الاستعجال؟ إيه واجه الاستعجال في أن احنا نشوف أو نسمع أو نعرف الصفقات الجديدة إذا كان هناك صفقات إمتى؟ هتبقى موجودة هيتم الإعلان من خلال النادي الأهلي من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ومن خلال المركز الإعلامي ومن خلال قناة الأهلي فمن فضل حضراتكم احنا خسرنا دوري وخسرنا كاس السنة اللي فاتت ولكن الصح واللي في صالح النادي الأهلي وفريق الكرة هو الانتظار حتى انتهاء هذا الدوري وخلاص كلها يوم التلات التلات اللي جاي إن شاء الله عندنا مباراة مع السيدان ميكا كيلوباترة بعد نهاية هذه المباراة سيكون من حق جمهور النادي الأهلي أنه هو يعرف كل شيء من يوم الاربع الصبح هنبدأ أنا نفسي هبتدي لو عندي أخبار في هذه الأمور هبتدي أتكلم فيها مع حضراتكم لأنه ده طبيعي جدا بالمناسبة نحنا ننتظر حتى نهاية الموسم وبعد نهاية الموسم إذا كان هناك صفقات انتهت بالفعل سيتم الإعلان عنها فاللي أنا عايزه من حضراتكم نحنا ننتظر خلينا نتروى وننتظر بتقلقوش مش عايز حضراتكم تقلقوه لأن دايما القادم سيكون أفضل حتى لو يعني النادي الأهلي دايما عندما يعمل في أي مجال أو في أي مكان دايما بيكون دارس الأمور يعني عندي واحد اتنين تلاتة في الباكرايت عندي واحد اتنين تلاتة في الباكرايت عشان أنا بلعب باكرايت يعني أو كنت بلعب باكرايت في أي مكان في الملعب أنا عندي واحد واثنين وتلاتة في أي مكان في الملعب هاختار واحد مجاش هاختار اتنين مجاش هاختار تلاتة حييجي مش ممكن التلاتة مش هيجوا النادي الاهلي استحالة فما تلقوش من حاجة الأمور ماشى بشكل جيد جدا 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 عندنا كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي والمشرف على الكرة هو اللي ماسك الأمر مع لجنة الكرة أو مع لجنة التخطيط زي ما قلت لحضراتكم هم اللي بيقرروا إيه اللي حيحصل زي ما قلت لحضراتكم برضو قبل كده عندنا فريق سكاوتين كويس جدا جدا والله أنا لو من المسؤولين في النادي الاهلي أبص على الشباب اللي بيعمل تقييمات للاعبين ومدربين على السوشال ميديا إذا كان هناك نية في أي تغيير يعني فأنا بشوف أن عندنا شباب في النادي الاهلي يعني أو بينتموا للنادي الاهلي أو بيحبوا النادي الاهلي عندهم قدرة على السكاوتينج أو الاختيار ما بين عدد كبير من اللاعبين وبأرقام وبحاجات كويسة جدا عندنا ناس كتيرة جدا على السوشال ميديا تستحق كمان الجهاز الفني اللي حيكون موجود معنا إن شاء الله أنا متأكد إنه مهما كان اسم هذا الجهاز الفني سوارش أو غيره أو ما حدش عارف على فكرة أنا مش قادر أتكلم مع حضراتكم في هذه الأمور لأنه ما حدش عارف حاجة صدقوني كل ما يثار خلال هذه الفترة ما هو إلا كلام حيبان إمتى الكلام ده بعد يوم الثلاثة اللي جاي ده اللي نقدر أقوله لحضراتكم